وأولى الاستضافات بيش تكون مع الجامعة التونيسي للمولاكما السيد زياد بربوش رئيس الجامعة مرحبا عايش كاتيك صحة وشكرا على الاستضافة المدرب الوطني سامي الخليفة مرحبا أهلا وسهلا بيكم اختار كثر شكرا على الاستضافة نوتر بوكسور ها شامبيون بتاعنا ان شاء الله قدم على مهل سيف العياري مرحبا مرحبا بيكثور ايه وميسي على الاستضافة شكرا لكم على الحضور ايضا سيزيات تقريبا ستة شهر شا عملنا؟ صحيح ستة شهر وفي الستة شهر مشكورة انت يا وحضرنا معك مرتين وان شاء الله يعني المرة الجاية نجيوك بالتتويجات ان شاء الله يعني بعد المشاركة في البطولة الافريقية نعضوكم ونعضو يعني اليوم كل المتابعي الملاكمة التونسية ان شاء الله بذهب كل سواء في الزكور ولا في الاناث نجمنا نجيوزوا شوية الاشكاليات التركة نجمنا نقولوا تراكم المشاكل ما يشتركها بتاع عام بركة تراكم بتاع سنوات عديدة نجمنا نقولوا اتفائلنا بالمكتبة الجامعة الجديد؟ هو احنا المشاكل جاوزناها لانه كان قاعدنا وغرقنا في المشاكل ما نشوف نجمنا نقدموا وما نشوف نجمنا بش نقدموا ليبش تشوفوه اليوم ان شاء الله احنا تقريبا بدينا نخدمه من الصفة ولكن هذا خلناه ورانا وخزارنا القدام واحنا جايين عنا اميسيون باندي تغميني نعرفوها تحديات كبيرة فما صعوبات كبيرة ولكن جاوزناها وبسنزيدو نتجاوزوها بإذن الله خير دليل يعني يرجع عنا منتخب وطني يشارك في احسن تظاهرات الدولية وكنا شاركنا يعني في بطولة العالم الاناف وما شاركنا في عديد من التربصات يعني كل سوء على المستوى الوطني وما على المستوى الدولي وان شاء الله يجع Sloane الجمعة الجايه نشاركه في البطولة الافريقية بوفد يتكون من سبعة يعني ملاكمين ان شاء الله عندهم حبوب غيره ان شاء الله ان شاء الله سيوسيمي في كل مرة سيتيك تحضر معنا ونحكيه على تجاوز المشاكل وتأثر بالنسبة للنخبة التونسية الملاكمين نتائجنا على المستوى العربي والافريقي ما تجوزناش المرحلة هذية بش نحكيوه عن المستوى العالمي أو الأولمبي اليوم تقريبا نقبل جمعة من المشاركة الإفريقية كيفش الوضعية العامة؟ بالنسبة للمنتخب الوطني قاعدين مواصلين تحضيرات امتيعنا كالعادة قمنا بتربوسات المبرمجة كالكسوا في تونس وإلا في آخر تربوس بروسيا وشاركنا في دورة دولية اللي صارت في روسيا غديكة الملاك مين اللي مشوا المنتخب تكون من سبع ملاك مين فريستاسيون بيها خليناها غديكة حقيقة معناها بكل تجرد ومعنى بكل تواضع تيمت الدورة السيسامي معناتها كانت هامة متى مستوى عالي بالنسبة للدورة هذي اللي شاركتوا فيها في روسيا؟ هذا هو الدورة شاركوا فيها 13 فريق كنقوله 13 فريق روسيا دخلت بـ 3 و 4 ملاك مين فيها ملاك مين اللي هم من منتخب الوطني الروسي من منتخب الوطني آ فيهم عدة أوزين اللي متوجين عالمين موجود المنتخب الأسباكي المنتخب الكوري المنتخب الفلسطيني اللي متكون من زوز ملاك مين زوز ملاك مين فهموا لكم معناها فاز في زوز مقابلات في بطولة العالم عدة منتخبات بلاروسيا كذلك أرمينيا عدة منتخبات 13 فريق كانت بالنسبة لكم هام جدا التربس وموفيد معناتها مستوى التربس كان هام بالنسبة للتربس والدورة الدولية خاصة موفيدة جدا كون المنتخب الوطني تقريبا يعني منذ إشرافي على المنتخبات كالكسواء جونيور وبيان سينيور ما شاركناش في دورة دولية خارج معناها أرض الوطن بس اثناء دورتين صارت واحدة بالجزيرة واحدة بتونس في السنة الفارت قبل تحضيرات الأعبة المتوسطية حاليا نلقروا احنا احنا نفسه في بطبيعة الحال كنقول اوزباكستين وروسيا وإلى خير هذا مع مالقة الملاكمة في شوم تاع يعني دورة صارت وكأنها بطولة عالم وكأنها بطولة بطولة أوروبية معناها فكشوف وكشي الموجود واختلقى روحه الملاكم في الجوا ذاكا فهذا داخل في التحذير الذهني كذلك للملاكم كونه يدخل في بطولة أفريقية أو بطولات معناها العالمية القادمة والإقليمية والقارية ولذلك يعني كانت أحسن حاجة وأحسن برمجة كونه شاركنا في الدورة هذه والولاد عمل كيفية تقريبا بيش نلقى أولادنا حاضرين أحنا بيش نقوله كيفية غير كيفية عليش غير كيفية لأنه التحذيرات هي ديجاب ديت متأخرة شوي ديت متأخرة شوي نظراً لانتي في بالك يعني وقت المكتب الجامعي هذا موجود ديجاب أحنا المنتخب كم لعاب الموتوسيطية وتفرق كل واحد براتيك مورة وحل دارو ما رجعنا المنتخب ورجعت البطولة البرمجة المطولة اللي كانت معناها نوعاً ما متأخرة بكل صدق في أواخر شهر مارس بيش ننتقيه العناصر البيرز اللي بيش تكون هي تمثل تونس نحن كنتش نحن المواعيد هذية والمواعيد البطولة تفريقيا كان معروف الرزنامة معناتها والمكتب الجامعي معناتها بخاتيك مو من دي سنبخ نعرفوا عليش نحن رجعنا بقاطة نظرة على البطولة الوطنية مستوى التحذيرات بالنسبة للنخبة هادومة للملاكمين ما كناش نجموا مع المكتب الجامعي مع الإدارة أكثر تربوسات أكثر معناتها مشاركة دولية حتى كان بش نقص عليك شوف شنو لي صار هو تقطع والمكاتب الجامعية تعدد المكاتب الجامعية أدى شنو أدى أثر سلبيا على المنتخبات الوطنية الحقيقة كنقول لك أنا بدينا مصفر ما عنيش منتخب والفترة الكبيرة أما ولادنا موجودين احنا بخاتيك مو موجودين ولكن كي يقولوا ما هومش في ضمن يعني المنتخب وما هومش في تربوسات وما هومش في معسكرات ما هومش موجودين يعني رجعوا للجامعيات متاحهم احنا ستخاتيجي متاعنا بش منظر مو حتى واحد بدينا بالشامبيونات ودريار خطر نعرفه لزي شيانس هذوما وأهم مرحلة أكثر حتى من البطولة الإفريقية هي الألعاب التاريخ الشوحية للألعاب الأولمبية هذا الهدف متاعنا الحقيقة واحنا كمكتب جامعي هذا الهدف اللي رسمناه حتى في برنامج الانتخابي شكونا سبقنا في البطولة الوطنية قلنا نبدأ بطولة الأكاب والبطولة تعل الأكابة كمناها على بكي باش نجمو نختارو مكتعرف باش ننفلمو حتى واحد ولو مستوى البطولة موجوش مستوى كبير ولكن شكونا قلنا ما يتفلم حتى واحد ناخذوا لولو الثاني في كل في الأوزان الكل فهم اتخلنا بيهو مباشرة في تربص تربص يعني مهم ومهم جدا صحيح هاي تربصات داخلية زادة مكلفة على الجامعة تونسية للملاجمة انت قلت عندي الباقيت موجود 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 وخير دليل لا لا الفلوس موجودة وبيحاول اللي هي الحوكم أهم الفلوس لابون جستيون احنا شكوتك احنا عانا اون ستخاتيجي مشينا في تربص داخلي فهم تربص اخر حتى بالنسبة لتربص النفزة واحنا قاعدين شاوتوا في صور هذية تربص المحطة الاعدادية قبل ما نمشيوا الألعاب المتوسطية في وهران هذية كان معناتها في الزهرة تقريبا معنطا ما تحسنش الوضعية مش ما تحسنش الوضعية برشا أما قاعدنا في نفس الغيتم النفزة الزهرة ماذا بنا أولادنا أكثر اليوم سيف ومشيت الروسيا حاسيت روحك باركزمبل سيف اللي حاشك بي خلقيته في تربص هذة بقعت نظر على التمارين اليومية مع المتخب في تونس نحنا كمشينا روسيا خذينا بارش اكسبريانس عرفت عبارة شفنا حاجة جديدة بالنسبة لنحنا احسن اكسبريانس في حياتنا تقريبا لي كنتي زي او بالنسبة لي انا بانتو خطر يعني ويها تقريبا ديما في بطولة تونس يلعب كيبشيفش يلعب في الانترنسيونال مش يشوف حاجة اخرى فهمت واصلا كيجينا مانيش نفس العبيد لمشير اتطورنا يعني اتطورنا بارش عزيزة قديش لعبت منكم بار انتي دو كنبار كاهاو دو كنبار كاهاو لعبت في دومي فنال مع باتل الروسيا والحمدوله يعني عديد كنبار بيها والكوتش شور وذي عليش تم الاختيار علي كنتي ان شاء الله بش تكون في بطولة فريقيا مع سيف العياري بش تكون بلال محمدي وعلى زيزي اشتركوا في القناة